بص بشوف ان الافريقي مباراة صعبة سهلة صعبة جدا طول ما انت حاطت عليك ضغط طول ما انت متابع للاراق بتاعة السوشيال ميديا والميديا بشكل عام وان المباراة صعبة جدا وان الزمالك هاي عنده فريق امكانياته وقدراته عالية جدا وان فيه ضغطاته على عائبة النادي الاهلي وإلى ذلك كل ده بيصعب من المباراة سهلة جدا لو خدت المباراة كمباراة تسعين دي تقدر تشتغل فيها بشكل كويس تقدر تتبع تعليمات المدير الفني اللي هي من وجهة نظر الشخصية تكون مهمة جدا 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 زي ممكن قال كابتن خالج جدالة من شوية هتبقى تعليمات المدير الفني وحضور المدير الفني في المباراة دي تحديدا هيبقى مهمة جدا ومفيد جدا جدا للعائبة النادي الاهلي ان المدير الفني موفق في التشكيلة مسلمة ان شاء الله في التشكيلة اللي في البداية اللي بيحطها وكمان التغييرات على ثلاث حاجات أسان أولا موفق في التشكيل ثاني حاجة موفق في المهام اللي هيديها للعائبة داخل الملعب بعض الحاجات الصغيرة المهام الصغيرة التحركات العرضية اللعيبة اللي هيديها حرية الحركة في النواح الهجومية اللي هيديها مثلا مهام قليلة في النواح الدفاعية دي حاجات بتبقى مهمة جدا 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 للعائبة داخل الملعب في المباراة التقيلة دي التوفيق في الرقم ثلاثة في التغييرات بتاعته سوى إذا كانت التأخذات الداخلية أو الخارجية ممكن في وقت من الأوقات يبقى يعمل تبديلات ما بين اللعيبة وبعضها يحط لعيب من ناحية المين يغيرون ناحية الشمال على أساس السرعات الموجودة أو السغرات الموجودة يمكن فيه لعيب ممكن يبقى بطير في نادي الزمالك أو قليل وعندنا لعيب مثلا ناحية المين هل يمكن تستغل ناحية المين؟ هل سين الشحات لأ نغير الحتة دي أو يغير اللعيبة ويلعب الأفو عندنا عند الأقل فوقان الناحية التانية فبالتالي يبقى تغييره داخل الملعب تفيد لعيبة النادي لعيب فحضور المدير الفن وفكره داخل الملعب وزكاءه لإدارة المباراة هتسهل كثير جدا 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 على لعيبة النادي أعلي داخل الماتش أنت ناحية اللعبة تفيد لعب مباراة أهلي وزمالك كثير المباراة اللي ما تنسهاش طبعا مباراة الستة واحد برغم أنك ما سجلتش فيها أنا صنعت الهدف الأول كنت مشترك فيه أنا اللي بسطة الكورة للحسام غالي اللي صنع منها ما تعرضونا الأهداف كده اللي صنع منها الردش حات